بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحكومة العراقية الديمقراطية حسب الدستور هي حكومة ديمقراطية هل هي بحاجة للاحتفال بأيدي الغدير؟ في الحقيقة الاحتفال بأيدي الغدير حدث لأول مرة في التعريخ سنة 352 عندما قام الحاكم البويهي المسيطر على الخلافة العباسية معز الدولة أحمد بن بويه سيطر على عاصمة الخلافة سنة 334 بدعوة من الخليفة العباسي المستكفي ولكنه خلعه بسرعة وعين مكانه المطيع لله بعد كم سنة في سنة 352 أمر بالاحتفال بأيدي الغدير وسمه عيدا قبل ذلك لم يعرف الشيعة والمسلمون شيء اسمه أيدي الغدير لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتفل مثلا بأيدي الغدير ولا الإمام علي ولا الحسن ولا الحسين ولا أحد من الأئمة الأئمة الاثنى عشر أو الأحد عشر لم يحتفل أحد والشيعة ما كان يعرف هذا الشيء اختلقوا أحاديث في القرن الرابع لخدمة معز الدولة وقالوا أن هذا أعظم العياد ليس فقط أنه عيد هذا أعظم العياد كلها وبدأ بعد ذلك طبعا هذا جاء ضمن سلسلة من التوترات بين ما يسمى الشيعة والسنة في ذلك الحين في القرن الرابع قبل ما يجي معز الدولة ويحتل بغداد وقبل ما يعلن هذا العيد وبعد ذلك كانت هناك معارك في بغداد بين الكرخ والرصافة الكرخ كان شيعي ذيك الأيام يعني شيعي في جانب مسجل براثا والسنة في الرصافة ودائما كان يهاجم بعضهم ويتقاتلون وكتلات طائفية معارك طائفية فعندما أعلن هذا الشيء وبعد ذلك وبعد ذلك يعني في السنة التالية أعلن أيضا الاحتفال بعاش وراء احتفالا حزينا يعني مواكب العزاء بدأت في تلك العيام سنة ثلاثة وخمسين ثلاثمية وثلاثة وخمسين وهذا طبعا سبب رد فعل أنه السنة في مقابل ذلك تعصب كان ذيك الأيام جهل وتعصب قاموا بابتداء يوم الجمل سموه ردا على عيد الغدير كما يقول ابن كثير يقول فيها عملت البدعة على عادة الروافض ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة اسمعوا ماذا يقول ابن كثير يقول وكل الفريقين قليل عقل أو عديمه أصلا عقل معدهم بعيدا عن السداد وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة أركبوها على جمل وتسمى بعضهم بطلحة وبعضهم بزبير وقالوا نقاتل أصحاب علي فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير وعاث العيارون في البلد فسادة ونهبت الأموال وبعد ذلك بعشرة عوام تقريبا أيضا أحد الحكام البوهيين أقال المطيع وانتقلت الخلافة إلى الطائع في ذلك العام فصار تمرد في السلطة البوهية الجنود الأتراك بقيادة السبكتكين الذين تمردوا على الحكام البوهيين فانعكس ذلك الصراع أيضا بين السنة والشيعة الهدف من الاحتفال بعيد الغدير أو يوم عشراء كان هو سحب الشرعية الدستورية من الخلافة العباسية يعني بالرغم من أن البوهيين هما سيطروا على الدولة العباسية وفي ذلك الوقت كان هناك الحمدانيون في حلب والموصل وكان الفاطميون بالشام وبالحجاز وشمال أفريقيا يعني السيطرة كانت تقريبا كلها حكومات شيعية العباسيين فقط كانوا يحتفظون بالمنبر وبالخطبة يوم الجمعة ما كان عندهم سلطة أول شيء الأتراك كانوا مسيطرين المستكفي استدعى أحمد بن بوي وعنده أخوان آخران علي والحسن كانوا يحكمون واحد في الري واحد في شيراث بلاد فارس يعني فلأنه كان يعني رغم أنه كان مسيطر هذا أحمد بن بوي ولكنه كان يريد أن يجرد العباسيين من أي سلطة العباسيين كانوا يعتمدون على شرعيتهم الدستورية بالمعنى الحديث بالمصطلح الحديث على أنهم من أترة الرسول حسب الحديث من أول يوم اللي هم طرحوه سنة 132 عندما أبو العباس الصفاح أعلن دولة العباسية في الكوفة فأتمد على هذا الحديث أنه نحن أترة الرسول ونحن أحق بالملك والخلافة من الأمويين ومن الناس الآخرين ذي نفسوني فالبويهيون لم يكونوا يمتلكون شرعية دستورية هم عسكر سيطروا بالقوة ومع ذلك كانوا يريدون أن يسحبوا الشرعية تماما من العباسيين فأعلنوا أن هذا يوم الغدير أو حديث الغدير كان في جدل أن حديث الغدير هل هو يعني يدل دلالة واضحة وصريحة على نصب الإمام علي خليفة من بعد الرسول أو لا كان حدث آرف مؤقت في مسألة شخصية مؤقتة هم أضفوا على لا مو مسألة شخصية وإنما يدل دلالة صريحة واضحة على الخلافة رغم أن هذا جدل كان في داخل الشيعة يعني السيد المرتضى مثلا حتى في القرن الخامس الهجري كان يقول حديث الغدير ليس نصا جليا بالخلافة إنما نص خفي يعني في فضل الإمام علي يصير ولكن الإعلام القوي اعتبار ذلك عيد والاحتفال به في العاصمة يعني فرض رؤية معينة ضد رؤية معينة أخرى أن العباسين إذن هم مختصبين للسلطة والحاق مؤلهم الحاق للبوهيين أو الفاطميين نفس الشيء كان يعملون والاحتفال بعاشوره أيضا رغم مضي 300 سنة على ذلك الحادث بدأ الاحتفال بيوم عاشوراه في ذلك التاريخ يعني باعتبار أنه لعن الله الذين غصبوا حق البيت من الأولين والآخرين أيضا عباسيين غصبين حق البيت طيب أنتم البوهيين ما عدكم شرعية إلا أنهم يدعون نحن شيعة مثلا وهذا سبب العنو في سبب الصراعات الطائفية أججها هي كانت موجودة ولكن تأججت كثيرا الآن نأتي نتساءل هل الحكومة العراقية التي تدعي أنها ديمقراطية وقائمة على الدستور والبرلمان والانتخابات هي بحاجة إلى الاحتفال بما يسمى أيدي الغدير أم لا الحكومة الإيرانية عندما تحتفل بعيد الغدير مثلا هي تعتمد في جزء من شرعيتها على ولاية الفقيه والإمام بالعمل 12 والإمام الغائب والإمامة وأن الوليد الفقيه مثلا نائب الإمام المهدي هذا بعض الناس يقولون وليس حسب الدستور الدستور الإيراني يعتمد في شرعية الحكومة على الانتخابات سواء انتخابات رئيس جمهورية مباشرة من الشعب أو انتخابات القائد من قبل مجلس الخبراء لـ 88 عضو ذول أهل الخبرة يسموهم ذول أيضا ينتخبون من الناس فإذن شرعية الحكومة الإيرانية بصورة رئيسية قائمة على الدستور وعلى الانتخابات إلا أن البعض يحاول أن يضفي على منصب القائد الولي الفقيه صفة دينية أنه هو نعب الإمام وله لا يقول ذلك ولكن بعض الإعلام المحيط بالقائد أو بالحوزة مثلا يحاولون التأكيد على ذلك على إيها نحن يمكن أن نعبر الحكومة الإيرانية باعتبارها وريثة الشيعة أو وريثة الأمة مثلا فهي تحتفل بعيد الغريب ولكن نجي على الحكومة العراقية الحكومة العراقية لم تطرح نظرية ولاة الفقيه حسب الدستور يعني ما فيه بالدستور شيء اسمه ولاة الفقيه وما تعتمد على الثقافة الشيعية المرجعية أو مثلا يعني هي حكومة مدنية علمانية تقريبا وتقوم على الديمقراطية فهل هي بحاجة أن تحتفل وتؤجج الخلافات الطائفية الخامدة الآن بالعراق أم لا قبل حوالي ثلاثة أربع سنوات في 2019 تقدم عدد من النواب الشيعة إلى مجلس النواب بمشروع اعتبار عيد غدير عيدا وطنيا في كل العراق والآن مثلا المحافظات الشيائية تحتفل بهذا اليوم وكل محافظة هي حرة أن تفعل ما تشاء ولكن أن يعتبروا مثلا عيد الغدير عيدا وطنيا هذا استفز النواب الآخرين السنة في المقابل قالوا إذن خلنسوي عيد السقيفة مقابل هذا إذا سونا خلنسوي عيد السقيفة عيدا وطنيا باعتبار باعتبار أنه تنصيب أبي بكر مثلا وإذا البلد كله يحتفل بعيد الغدير ويحتفل النظريتان المتناقوتان فإحنا وين نوصل بعدين هذا يؤجج الخلاف الطائفي ومسؤول الدولة المسؤولون المسؤولون حقيقة يجب أن يربعوا بأنفسهم عن الدخول في الخلافات الطائفية الضيقة يعني مم بحاجة إلا أنه من أجل أهداف انتخابية أنه إحنا ندافع عن الشيعة وإحنا متحمسين جدا ولنحتفل بعيد الغدير حتى نكسب شعبية عندما يفتقدون الشعبية عندما يفتقدون المنجزات ضعيفة معدل منجزات تخلي الناس يتبعوهم ويشوفون نفسهم معزولين عن الشعب والناس في واد وهم في واد في يعزفوا على هذا الوتر الطائفي يجوون نحتفلون نسؤون احتفال ضخم بيوم غدير ما عرف الإطار أو حزب الدعوة أو الحكومة ما عرف الضبط ولكن إجي رئيس الوزراء ألقى كلمة كلمته كانت جيدة ورائعة حقيقة هو لم يتحدث يعني بالتفاصيل الخلافية وإنما ركز على عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر في نظام الحكم وطريقة إدارة الحكم وكان حديث لطيف ولكن في متحدثون آخرون أخذتهم العاطفة وصاروا مثلا هذا خائن وهذا خبيث وهذا كذا من الناس اللي في جدل حولهم مما أثار أيضا امتعاضا وأثار أنه هؤلاء الصحابة أنتم كيف تصفوهم بالخيانة والغدر والخبوث وما شابه يعني مو بحاجة أن يجي واحد مسؤول كبير بالدولة ويطرح هذه الأمور وعلى الهواء مباشرة ويأجج أيضا الفتنة الطائفية المشكلة في الحقيقة أنه الحكومة الحراقية أو الأحزاب الحاكمة في العراق بالذات الأحزاب الشيعية أتكلم عليها بعد ما عاد إيمان عميق وأكيد في النظام الديمقراطي إذا كانت هي تؤمن بالنظام الديمقراطي يعني هي تستند إلى الشعب وهذا النظام الديمقراطي الجديد هو الذي وحد ويوحد الشعب العراقي وينقلنا من الصراعات الطائفية القديمة إلى مرحلة جديدة وعهل جديد أنه إحنا كلتنا شعب واحد ما في شيء اسبب على الشيعة وسنة المسلمون الشيعة والسنة لا يختلفون حول الإسلام إسلام واحد اتقاد بالله واليوم الآخر والنبي والأنبياء وأركان الدين والصلاة والصوم والحاج والزكاة يعني موحدة بين جميع المسلمين ما في خلاف حولها الخلاف حول الفكر السياسي أنه من هو أحق بالحكم العباسيون أم العلويون الفاطميون أم الزيدية وهكذا خلافات سياسي بالفكر السياسي وهذا الفكر كان قبل 1300 سنة 1200 سنة وانتهى وراح إحنا مو بحاجة إلى اشترار وإلى إعادة مرة ثانية ويعني الاستفادة سلبا منه وإثارة الفتنة بهذا الفكر القديم لا احنا عمام الآن حياة جديدة وعصر جديد لدينا فكر ديمقراطي هذا الفكر الديمقراطي أن نكون احنا ديمقراطيين تماما لا نفرق بين السنين أو شيعية أو عربي أو كردي أو ما شابه فلماذا إذن نعود إلا لأهداف ضيقة انتخابية وأنا أرضى بمسؤول الدولة يعني والله احنا الآن مسيطرين ونجي نحكم ونجي نحتفل بمعنورين لا قصة موه الشكل قصة أنه في مسائل قديمة ولازم نتجاوز عنها والمشكلة كما قلت قبل قليل أنه الحركة الإسلامية عندما بدأت بالعراب خلنا جاء لحزب الدعوة مثلا حزب الدعوة أول ما تأسس السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه كتب دستور مال حزب الدعوة وأن هذا الحزب يقوم على الشورى وهو الشورى داخليا وعندما يحكم يحكم على أساس الشورى قدم هذه الوثيقة إلى المراجع في تلك الأيام وما أدري ليش قدموها إذا هو حزب مؤمن بالشورى ما كان بحاجة أن يعرض فكرة على السيد محسين حكيم والسيد مخوئي ومرتضى علياسين والشيخ حسين حلي وما شاب هو مؤمن بفكر يطرح الفكر بالشارع أنه إحنا قدنا فكر جديد قائم على الشورى واردنا أسس دولة إسلامية على أساس الشورى ولكن قدموا حزب الدعوة هذه الأطروحة مالتهم والدستور مالهم يعني إلى هؤلاء المراجع وهؤلاء رفضوا قالوا ما أدي شورى هنا فكر قديم المراجع في الستينات كان فكر حجتية يعني أنه إحنا ننتظر الإمام مهدي يطلع وما يجلز يكون بأي حركة سياسية وأجهز حزب الدعوة السيد محسن حكيم أجهز حزب الدعوة في الستينات وحتى أصدر فتوى يحرم الانتماء للأحزاب التي قيادتها مجهولة هو حزب سري كان أنه إذا قيادتكم مجهولة يحرم الانتماء إليكم طيب راحوا حزب الدعوة إلى السيد محسن الحكيم أدت مرات وفود 20 واحد 30 واحد يا معود يا سيد الله خليك يا مرجعنا افتيننا بالجواز العمل السياسي قالوا لا لا ما يجوز ما يجوز تعملون من أجل إقامة دولة أو حركة سياسية فبليش أنت تقلدوا أنتوا لازم تراجعون مسألة التقليد لماذا تقلدون المرجعية والمراجع أنتوا يعني شعرت أنه هذا الوضع اللي كان قائم ديك الأيام المراجع يؤمنون بنظرية الانتظار التقية والانتظار وعدم جواز إقامة الدولة في عصر الغيبة وها من ألف سنة إلى الآن كانت النظرية ممتدة ما كان من حتى بولاة الفقه بولاة الفقه كانت بطروحة ولكن في حدود ما تصل إلى مستوى الدولة من أيام الشيخ الصدوق قال اللي يؤمن بولاة الفقه قد خرج عن دين الإمامية هكذا يقول فالألماء الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي وكل أعلام الحلي كلهم يحرمون إقامة الدولة حتى سرعة الجمعة بعض الشيوخ في النجف أرادوا أن يقيموا سرعة الجمعة في الستينات وقالوا هذا يعتصبون مقام الإمام المهدي ليس يرصدون سرعة الجمعة وحتى الآن البعض الشيخ المرجع النجف أيضا يؤمن به شيء ما يجو إذا نصلي سرعة الجمعة بالعراق أو لا يجب ولا تجب سرعة الجمعة إلا بإيران فهذه النظرية كانت مسيطرة كان حزب الدعوة وأي حركة إسلامية بحاجة إلى إعادة النظر في عدة مسائل في مسألة المرجعية المرجعية منين نجاب شرعيتها ويجب أن نطيع المرجعية طبعا صارنا شكاق في حزب الدعوة في الستينات السبيتي هذه السبيتي إن شغل تروح قسم راحوا مع المرجعية سكتوا وقسم أخلوا الحزب ومشوا شهيد هذه السبيتي كانوا يقول شنو ما حاجة إحنا نتبع المراجع والمراجع يمكن استبيد من عدن بس مهم يحكمون ولا قمنا دولة ليس المرجعية تحكمنا فكان يؤمن بولاية الشعب ولاية الشورى يعني ليس ولاية المراجع طيب المراجع شرعيتهم من وين أنه ذول النواب الإمام المادي طب الإمام المادي موجود لم يموجود الحركة الإسلامية حزب الدعوة لم يدرس هذا الموضوع لم يدرس ما درسوه درس علمي يعني وبحث دقيق أنه هل هناك إمام مادي مختفي صار 1200 سنة أم هاي فالشي يعني فالفرضية افترضوها بعض الناس فلماذا نحن نؤمن بها اليوم طيب لماذا افسرضوا هاي الفرضية لأنهم كانوا منهم بنظرية الإمامة والإمامة والحكام يعني يجب أن يعينهم الله تعالى ويكونوا معصومين من الفكر الإمامي الحركة الإسلامية حزب الدعوة لم يعيدوا النظر في نظرية الإمامة هم أرادوا أن يؤمنوا بالشورى وأرادوا أن يطبقوا الشورى ولكنهم هذه التراكمات الأفكار والنظريات المتراكمة النظرية الإمامة فرضية وجود الإمامة مثلا عشر رغائد وفرضية وفرضية النيابة العامة للمراجع كلها تراكمت وتسود في فكر سياسي آخر ما استطاع حزب الدعوة أن يخترق هذا الفكر وفرضية وفرضية تمارس الفكر الجديد عمليا هي تمارس الفكر الديمقراطي انتخابات ولكن حتى الانتخابات هي تحت غطاء المرجعية هي تحت شرعية المرجعية وحتى الآن نشوف وزير في الدولة العراقية مثل سيد نعيم العبودي وزير التعليم العالي يقول أنا أؤمن في مقابلة صحفية مقابلة تلفزيونية يعني يقول أنا نؤمن ثقافيا وعقائديا بولاية الفقه ونؤمن بولاية إيران ولاية الفقه الإيراني ما هدنا فرق ما في فرق بالمرجعية يعني المرجعية وحدة ولكن أنا نطيع السيد السستاني أيضا طب لماذا تطيع حتى السيد السستاني يعني حتى السستاني في الدستور انت وزير انت مسؤول انت مسؤول لازم انت تطيع يعني القائد العام لقوات المسلحة ورئيس الوزراء رئيس الوزراء ماذا يقول لك انت وزير تابع إلى مو تقول أنا مثلا هذا الوزير لا هو يعني ما فيه إيمان دقيق وعميق وثابت بالنظرية الديمقراطية الحاكمة الآن حسب الدستور الحاكم هو الآن رئيس المزراء يجب أن يتمتع بسلطته والآخرين كلهم يعني سياسيا وحسكريا وامليا يكونوا تابعين إلى المرجع ما على دور ما على مكان في هذا النظام من خارج من خارج إذا واحد يريد يقلد المرجع ما يكون في داخل الدولة وفي داخل مؤسساتها الدستورية هو حر خارج العراق مثلا في ناس يقلدون المراجع هنا وهناك هم أحرار ولكن أنت تكون مسؤول عراقي في داخل الدولة وتقول أنا مثلا والي واحد آخر أؤمن بولاة الفقية يعني ما يصير هذا الشيء يعني يصير تداخل ومو تداخل فقط بين ولاة الفقيه في إيران وأسستاني إذا صار تداخل بين ولاة الفقيه والحكومة العراقية أنت علما تتبع تتبع الحكومة العراقية اللي أنت جزء من أدها ووزير فيها مثلا أو تتبع ولاية إيران إذا واحد خارج الدولة يريد يتبع أي واحد كان يريد يوال أي واحد كان هو حر ويتحمل مسؤوليته أما أن يكون واحد ضمن الدولة العراقية يعني أنه ويوالي واحد آخر خارج الدولة الدولة في إيران راجعوا الدستور الإيراني الدولة في إيران القائد في إيران والرئيس الجمهورية هم مسؤولون عن الأمن وعن إدارة الحياة الاقتصادية والسياسية والأمنية في إيران والحماية والدفاع عن حدود إيران مو نظام عالمي أنه إحنا منفتحين على كل العالم ندافع عنهم وإحنا إنه مصالح يدرون دولته ومو هذا من حقهم بس أنت ليش تدخل بالنص ويقول أنا أوالي تلك الدولة وفقط إذا تعارضت يقول لا إيران تقول إحنا ما نتعارض بها السستاني السستاني الآن صار لأربع خمس سنوات شبه مستقيل ما يتدخل ولا يتكلم ولا يقوم بأي عمل خلوا السستاني على صفحة الحكومة العراقية العامة موجودة حكومة العراقية إذا كانت تؤمن بالديمقراطية فيجب أن تخضع للنظام الديمقراطي الجامع لكل العراقيين والإرادة تتوحد وتتمثل وتتجسل في رئيس الوزراء لا يجوز أحد أن يوالي واحد آخر غيره سواء كان مرجع بإيران ولا بلبنان ولا بالهند ولا بالصين أو حتى مرجع بالنجر ما عليك حق تطيع مرجع بالنجر أنت مو دولة دينية ولا أنت ولا يتفقي إذا تريد توالي المرجع أخرج من هذه الدائرة أخرج من هذه المؤسسة هذه الدستورية وأعتقد ما تشاء المشكلة أنه التقافة الديمقراطية وهذه التجربة موجودة حاليا النظام القائم الآن هل هو قائم بشرعيته على الشعب أم يحتاج إلى شرعية دينية يغطي هذا تغطي هذا النظام سواء من داخل العراق أو من خارج العراق لا هذا النظام ليس بحاجة بحاجة أن يعزز علاقاته بأبناء الشعب من مختلف الطوائف ولا يميز بين إنسان وآخر ويقدم الخدمات يساعد الفقراء يحل المشاكل يتوجه للمستقبل هذا هو المهم أن نفكر بمستقبلنا لا أن ندخل في الخلافات الطائفية الجدلية اللي هي خلافات داخل الشيعة أيضا حول موجودة هذه الخلافات أن يوم الغدير هو نص جلي ولا نص خفي ولا أمر بالإمامة ولا لا ما كان هكذا يعني فنجي على خطة البواهيين إذا لك كان عندهم مصلحة آنية في الصراع مع العباسيين وتجريدهم من الشرعية الدستورية أنتم بحاجة إلى ماذا لا تحتاجون إلا تجريد أحد من الشرعية أنت الشرعية بيديكم الآن إلا يجي واحد مثلا مرجع يقول أنتم أصلا النظام الديمقراطي ما عنده شرعية ويحتفل بعيد الغدير حتى يسلب الشرعية الدستورية الديمقراطية منكم يقول أنتم أصلا هاي ما نؤمن بالديمقراطية ولا نؤمن بالدستور ولا نؤمن بهذه الحكومة وأحنا اللي عندنا الشرعية باعتبارنا نواب الإمام المهدي وأنتم مختصبين للسلطة كما يعتقل بعض المراجع بالنجر أن هاي الحكومة غير شرعية وبالتالي أموالها مجهولة المالك ويجوز نهبها ويجوز سرقتها ويجوز كل شيء ما عبر عن ذلك سيد محمد سعيد الحكيم عندما سأله الجندي قال له أنا الحكومة تطني ملابس وتطيني راتب شا سوي بهذا شنو حكمه هذا حلال له حرام قال له لا ما يصير مملكك هذا هاي أموال مجهولة المالك تجيبها إلي وأنا يمكن أهديها إليك أو أهدي قسم من أدها إليك وهكذا يفعل بعض المراجع الآن يعتقدون أن الشرعية عندهم فإذا نجف احتفلت المرجعية احتفلت بعيد الغدير ممكن نجد لها مبررا وسببا معقولا أنها هي تؤمن الشرعية الدستورية الدينية أدها وتحاول أن تصارع الحكومة وتجردها من شرعيتها فتحتفل بعيد الغدير ولكن الحكومة العراقية التي هي منبثقة من الشعب من البرلمان من الانتخابات كيف تحتم كل المسؤولين كبار المسؤولين راحين ليحتفلهم بعيد الغدير طيب وانصرت الديمقراطية وانصر الشعب وانصر البرلمان وآثار ذلك يعني ردود الفعل اللي يصير على هذا الشيء أنه يصير توترات طائفية ويصير صراعات أخرى أنا اتحدث عن الموضوع قبل ثلاثة ربع سنوات أيضا وقلت يعني ما في حاجة لها التوجه هذا خلينا نعزز نظامنا الديمقراطي نعزز علاقتنا بالشعب ونبتعد عن ميراث البويهيين والعباسيين والصفويين والفاطمين وغيرهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر